السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التميدات في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة التعمي يشير في هذا الفيديو سوف نحاول أن نشرح وننجز الصفحة 73 من الكتاب المدرسي المفيد في اللغة العربية وهي صفحة تندرج في المجال الوحدة الثانية الأسبوع التالي عنوان هذه الصفحة هو همزة الوصل إذن فلنبدأ على بركة الله وصلنا بحول الله إلى الصفحة 73 من الكتاب المدرسي المفيد في اللغة العربية من المستوى الثالث ابتدائي هذه الصفحة هم الإملاء وبالضبط العنوان هو همزة الوصل وهي تندرج في الوحدة التانية من الأسبوع التالي من الوحدة التانية في مجال حياة تعاونية الإملاء هذه الصفحة بنا نتعرف على همزة الوصل وإمتى تنطقها وإمتى ما تنطقها كما طلعت لاحظون أقرأ هنا لاحظوا معي هذه الجملة انتلق المتبرعون إلى الساحة فاستقبلتهم الممرضة ببشاشة انتلق المتبرعون إلى الساحة فاستقبلتهم الممرضة ببشاشة لاحظوا معي هنا لاحظوا هنا انتلق المتبرعون أخرج فاستقبلتهم إذن كما تلاحظون الهمزة فهي تكتب على الأليف نجدها تحت الأليف فوق الأليف أو على شكل كسرة فتحة ضمة أو هنا على شكل من فوق الأليف هذه تسمى همزة الوصل ما هي همزة الوصل إذن هذه همزة الوصل لاحظوا معي جيدا هذه هي همزة الوصل تكون على شكل كسرة تحت الأليف أو فتحة أو ضمة أو عبارة عن ميم فوق الأليف إذن اكتشف هذا الهمزة في باب اكتشف اتلفظ واكتشف متى لا تقرأ همزة الوصل هنا أنا بيبيني لنا إمتى تنقرأ الهمزة وإمتى متى نقرأ هاش أتلفظ وأكتشف متى لا تقرأ همزة الوصل هنا هالكلمات كلها فيها همزة الوصل خصنا نعرف إمتى تتقرأ وإمتى متى تتقراش يعني إمتى تنطقها وإمتى متى تنطقش ضحلوا معي الفعل انطلق انطلق همزة الوصل كما تلاحظون فهي مكتبة في أول الفعل إذن إلا كانت في أول الفعل فهي مكتبة واضح لنا هنا خطا يعني مكتبة انطلق وتقرأ في أول كلم يعني إلا كانت في أول كلم تنطقها تنقول انطلق انطلق إذن إذا كانت همزة الوصل في الوصل الكلام فهي تنطق تكتب وهي ضهر وتنطق يعني تنقرأ وتنقول انطلق المتبرعون لاحظوا متى تبرعون في سن المتبرعون فصل الجملة كين فصل الكلام تنقول انطلق المتبرعون المتبرعون إذا كانت همزة الوصل فصل الكلام انطلق المتبرعون فهي مكتوبة تكتب ولكن لا تقرأ يعني لا ننطقها تنقول انت لقى المتبرعون الملتبرعون لاحظوا ما تنقولش المتبرعون قلنا انت لقى المتبرعون إذن القاعدة لتتهم همزة الوصل تتقول لنا إذا كانت همزة الوصل فهي مكتوبة تكتب تنكتبوها ما تنقولش انت لقى محيداش مكيناش الالف ولكن تنقول انت لقى تكتب وتنطق ولكن إذا جاءت همزة الوصل وصل الكلام كانت فصل الجملة فهي تكتب خطا ولكن لا تنطق نمر إلى أطبق ماذا يقول أضع همزة الوصل وسط دائرة كما في المثال يعني قلنا في دوننا جمعة من الكلمات هنا وقلنا همزة الوصل ماذا ننشوفوها ندلوها وسط دائرة كما في المثال Elite لاحظو الرصيف لحظو الرصيف دارينا همزة الوصل ودارينا الدائرة على همزة الوصل نفهم إذا الرصيف فهي قالت في المبلتنا همزة الوصل دمرها في دائرة في الساحة في الساحة في الساحة إذا همزة الوصل هاي كينا الخلفي في الساحة الخلفي هنا همزة الوصل أجاب أجاب هنا ألف وفقه همزة ولكن هذه لا تسمى همزة وصل بل هي همزة قطع إذن هنا ندر الدائرة هنا ولكن هنا لا ندر دائرة لأن هنا همزة قطع الحوادث همزة وصل أنت ضمير أنت في همزة قطع إذن فاش نشوفو الألف وفقوتك الهمزة الهمزة فهو همزة فهي همزة قطع لاحظوا معي انتظر انتظر همزة وصل انتقال همزة وصل إذا إذا فهي همزة قطع لاحظوا معي كالألف وتحطي الهمزة عاد الأكسرة امرأة امرأة همزة وصل نعم ابن همزة وصل نعم أكرمة أكرمة فعل لاحظوا الألف فوق الهمزة شوفوا الهمزة فعد فوق الافتحة إذن هذه همزة قطع إذن وضعنا الدائرة في همزة على وسط الدائرة وضعنا الكلمات التي فيها همزة الوصلة وصلنا إلى السؤال الموالي يقول السؤال أكمل الكلمات بكتابة همزة الوصل وهنا أعطونا أشكال همزة الوصل نلاحظ هنا الألف فوقها فتحة ألف فوقها ضم الألف تحتها كسرة والألف فوقها ميم وهنا نص به كلمات يجب إضافة يعني أن نكمل هذه الكلمات بهمزة الوصل بإحدى هذه الأشكال ماذا يقول النص سمعت الحمامة صوتا قرب عشها ينادي نلاحظ الحمامة يجب إضافة أحد هذه الأشكال إذن ماذا نقول سمعت الحمامة نعم إذن الشكل الرابع هو الصحيح سمعت الحمامة صوتا قرب عشها كما تلاحظون هنا تكتب الأل همزة ولا تقرأ نعم استيقذي أيتها الحمامة استيقذي هنا فعل أمر إذن أي شكل أشكال همزة الوصف نعم هذا الشكل استيقذي هذا الشكل الطفلة سمر تحتاج لمساعدتك هنا تلاحظون هنا كيف تتلاحظوا هنا الطفلة تحتاج إلى همزة إذن الطفلة نعم الشكل هذا الشكل الطفلة سمر تحتاج لمساعدتك ردت عليه الإحسان والرحمة من واجبنا جميعا لاحظوا هنا الإحسان خصنا لها الهمزة شكل من هذه الأشكال محتاج الإحسان نعم الشكل رابع والرحمة والرحمة تهي محتاجة لهذا الشكل الإحسان والرحمة من واجبنا جميعا ثم نادت صديقاتها أخرجنا من أعشاش كن أخرجنا من أعشاش كن إذن ما هو الشكل أخرجن إذن نعم الشكل فيه ثم أخرجن فعل أمر من أعشاش كن الخير ينتظر كن الخير تحتاج إلى همزة وصل نعم الخير الخير ينتظر كن انتلقنا إلى بيت سمر انتلقنا فعل أمر يحتاج إلى همزة وصل نعم هذه الهمزة انتلقنا إلى بيت سمر سأخبر الخروفة والنساجة والخياتة ثم ألتحق بكن إذن بحث بأننا أتممنا جميع الكلمات بهمزة وصل مناسبة إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن نتوفق في إصال في صرحي لكم وإلى فيديو مقبل بحول الله وقبل أن أستودعكم الله لا أنسى أن أطلب منكم اشترك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد و إلى فيديو مقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر